استمراراً لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعب الشقيق في مواجهة الأثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي وفي إطار الجسر الجوي المصري إلى لبنان تعلن وزارة الخارجية عن وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية المصرية إلى مطار بيروت والتي تضمنت 22 طن من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة لتوفير سبل العيش وتخفيف عن كهل النزحين وعلى صعيد آخر قامت السفارة المصرية في بيروت بإعادة 304 من المواطنين المصريين العليقين في لبنان ودويهم إلى أرض الوطن ليصل إجمالي من تمت إعادتهم حتى الآن إلى 590 مواطناً عبر رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران وتواصل السفارة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن تمهيداً لإدراجهم على الرحلة التالية ترجمة نانسي قنقر